يجب تلك خبز الدار أو خبز كوشة خفيف خفيف مفشش بطريقة سهلة ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم لي بالكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مطبخ ابو ساجل عن النبي الذي يجب تلك مصفة جديدة وهي وسط خبز الدار يجي خفيف طالع يجي مفشش يجي ولا أروع يسفن يجي بسم الله ما شاء الله نرى كيفية تحدي المقادر نرى نرى هنا في الريسيبيون لدي كاس ونصف ماء يكون دافئ لدي كاس ونصف سعة الكاس هو 220 ملتر لدي ملعقة ونصف كبيرة خميرة خبز لدي زملاء كبار سكر نحرك جيدا لديك السكر وتتمسج كل هذه المكونات مع بعض الماء والخميرة والسكر ونجعلهم يتفاعلوا حوالي 10 دقائق نغطي عليهم وبعد نرجع لهم نجيب الغطاء هذا نغطيهم وبعد ما تمر 10 دقائق نرجع لهم نغطيهم نجيب الغطاء ونحركت مرة أخرى نرى كيفية تفاعل الخميرة مع السكر وندافئ هنا لدي زوج بياد بيض بيضات صغيرة فقط كسرتهم نحيط سفار البيض لديه الخبز وبيض البيض في الخالي لديه خبز يأتي بسم الله نضيفه كاس ونصف كاس ونصف ونصف كل الخبز يحب الزيت ونحرك جيدا حتى تتمسج كل مع بعض هذه المكونات ونبقى الزيت دائما في السطح دائما نخلطوهم حوالي 3-4 دقائق ونضيفه ثانوش ملح كامل لديه فقط لأني لا تستطيع حيث ونضيفه لأجنة 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 حسب الرغبة ونأخذ الفوية او سباتيل ونبدأ نحرك في العجينة نخلط انا هنا اضطي ثلاثة كؤوس كل كاس وزنة و 125 غرام ساعة الكاس 220 مليلتر نخل الفوية هنا ونبدأ نخلط في العجينة ونحرك فيها ونضيف لها الفارينة اليوم نضع الخبز ثلاثة وسمية اضطيت كاس الأول سعة الكاس 220 مليلتر ووزن الكاس 125 غرام يعني نفس الكاس الذي تكيل به في الأول تكمل به للأخ ونبدأ ننم في العجينة كما رأيت وبعد ذلك سنأخذ الحليب ونبدأ ونعج في الخبز او العجينة بالحليب ضفت الكاس الثاني فارينة ونبدأ اللم فيها هنا يجب أن نحص العجينة تكون طريئة تماما هذا نبدأ اللم فيها مليح 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 فارينة كامل في السوائل ومع السميد ثم نغطيها ونجعلها حوالي 35 دقيقة حتى 40 دقيقة ثم نبدأ ثم نضيف نضيف القصعة ونضيف العجينة في القصعة تحتاجها في طويل العمل لا يوجد مشكلة هذا نضيف الكامل ونضيف الخبز ونضيف كيس خمية الحلويات وزنه 10 غرامات نضيفه على جانب هذا ونضيف الحليب يكون ساخن يكون دافئ نضيف كمية منه ونجعله يتفاعل من الخمير هذا ونضيف كمية مرغرين ونحرك كل ما مع بعضها نضيف هذا الزبدة في الحليب يكون دافئ مع الخمير الحلويات ونبدأ اللم في الجينة ونعجل فيها هنا سنعجل مليح مع هذه الزبدة ونضيف خبز وقلت لكم صدقوني خبز سفنجي ولا أرواح مع شربة أو كاس قهوة حليب يا باب يا باب وما نقول لكم يأتي رائع رائع نبدأ هنا نعجل بكل قوية حوالي 10 دقائق ونعجل نضيف لها كمية مرغرين أخرى ونضيف لها كمية حليب أخرى ونبدأ نحل فيها ونعجل فيها هنا يجب أن تحصل على عجينة تكون عجينة تكون عجينة تكون عجينة تكون عجينة تكون ونعجل ونعجل حتى تدخل هذه الزبدة كامل في العجينة ونعجل حليب يتضرها تماماً ونعجل خبزة صغيرة أعتقد أن أنتم تعملون خبزة صغيرة يعني ونعجل 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 ثلاث سنوات بالزبدة تحبب السمن أو الزبدة تكون أحسن يعني الزبدة أو السمن لا تضع الزيت الزيت يقلصها وترجع الزراء ترى ترى هذا نعجل هنا نحلها مليح أنا جاءتني خبزة كبيرة وخبزة صغيرة نعجلها مليح نحلها مليح هذا ثم سنغطيهم ونجعلهم يخمروا مليح نجيب طرشان كبير أو سرفيات كبيرة ونجعلهم حتى يخمروا مليح ونرجع لهم هنا أنا عندي صفار ضياد ضفط له الحليب وبدأت بتفنسو نطلهم كاملين كما رأيت العملية جدا سهلة ومن بعد من فوق سنضع سينوج ونضع جلجلان ونضع 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 جلجلان ونضع سينوج ونضع بعد ندخل الفرن على 220 درجة مئوية أو 220 درجة أو 220 درجة أو 220 درجة ونخرجها ونضع من فوق لأن اللون يكون ذهبي ونضع هذا الخبز رواجت معنا اليوم بسم الله ونضع صدقوني ونضع خفيف ونضع هذه الخبز ونضع 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 من الأسفل نضع ونضع 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 روعة 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 صدقوني خبز روعة والله العظيم تجربوها ستعجبكم هذه الوصفة ويعجبكم الخبز يأتيكم بسم الله ما شاء الله سأعجنوها فقط حوالي 10 دقائق يأتيكم روعة والتي لديها هذه الوصفة متهنية من الأخرى نقسمها كما رأيت ونرى خبز رائع 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 تخفيف ونضع 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 هذا الخبز أحبائي إن شاء الله السلام عليكم ونضع ونضع السلام عليكم في وصفة قادمة إن شاء الله لا تنسونا من الدعاء ولا تنسونا من الدعاء ولا تنسوني بنامسة الإعجاب والدخل أو مرة القناة وعجبة القناة يروح يشترك في القناة ويفعل زل الجرس حتى يأتيه كل هذه إن شاء الله سلام الحار للجميع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا